الهلال السوداني يطلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم استضافة مباراته أمام الصفاقسي التونسي في زهاب الدور الثاني التمهيدي من كأس الملك سلمان للأندية على أرض المملكة العربية السعودية نظرا لما تشهده السودان الشقيق من أحداث في الفترة الأخيرة السلام عليكم ورحمة الله عايزين في بداية الفيديو ندعي لإخواتنا في السودان والشعب السودان الشقيق أن ربنا ينعم عليه إن شاء الله بالأمن والأمان ويحفظ السودان من الأمور اللي موجودة عندها دلوقتي إن شاء الله رب العالمين يبعد عنهم الفتن ويبعد عنهم الشرور بالنسبة لمبارات الهلال السوداني ضد الصفاقسي التونسي المباراة اللي هتكون في الدور الثاني التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية فطبعا في ظل الظروف الراهنة في السودان شاف نادي الهلال السوداني إن صعب استضافة مباراة الزهاب في ملعب أم درمان في ملعب الجوهرة الزرقاء لطبعا المشاكل اللي موجودة دلوقتي في السودان فطلب رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي في أرض المملكة العربية السعودي وينتظر الهلال السوداني الرد وجاء الخطاب أو الطلب الرسمي يقول فيه الهلال يخاطب الاتحاد السعودي بعث نادي الهلال بخطاب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم طالبا خوض مباراة أمام الصفاقسي التونسي في زهاب الضور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية بالمملكة العربية السعودية والتي كان من المقرر خوضها بأم درمان في الحادي والسلسين من مايو الجاري وتأتي الخطوة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد ويتركب الهلال استلام رد بهذا الشأن من الاتحاد السعودي طبعا جماهير الهلال السوداني والجماهير السودانية والجالية السودانية المتواجدة في المملكة العربية السعودية بكسرة تريد أن تكون المباراة في المملكة العربية السعودية لتدعم الهلال من أرض الملعب نتمنى إن شاء الله ربنا يزيل الغم عن أهلنا في السودان ويقدر يلعبوا ماتشاتهم بعد كده في السودان وبعد كده طبعا في الفترة اللي جاية ممكن ماتشات الهلال تكون خارج السودان فأول مباراة ضد الصفاقسي التونسي طلب الهلال من اتحاد السعودي أن يلعبها في المملكة العربية السعودية وفي انتظار الرد عايز أفكر حضراتكم المتأهلين إلى الدور الثاني التمهيد من كأس الملك سلمان للأندية هم الهلال السوداني والمحرك البحريني الجيش الملك المغربي ونوازيبيو الموريتاني الكويت الكويت والصفاقسي التونسي أهل طرابلس الليبي والوحدة الإماراتي الاتحاد المنستيري التونسي والتشرين السوري والنهضة العماني والشباب السعودي عندنا ست مواجهات 12 مباراة زهاب وإياب هيحدده ست متأهلين إلى دور المجموعات المواجهة الأولى اللي هتحدد المتأهل رقم واحد ما بين الجيش الملك المغربي والوحدة الإماراتي المواجهة التانية الشباب السعودي والتشرين السوري اللي هتقاهل المتأهل التاني المواجهة التالتة اللي هتقاهل المتأهل التالت ما بين الهلال السوداني والصفاقسي التونسي اللي بعد كده الرابع اهل طرابلس الليبي والنهضة العماني الاتحاد المنستيري والمحرك البحريني رقم 5 والمواجهة رقم 6 اللي هتحدد المتاهل رقم 6 ما بين وزيبيو الموريتاني والكويت الكويتي اذكركم ايضا بالمجموعات المجموعة الاولى فيها الترج التونسي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي والمتاهل رقم 3 اللي هو هيكون من مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي المجموعة التانية فيها الوداد المغربي الهلال السعودي والسد القطري والمتاهل رقم 4 المجموعة التالتة فيها الزمالك المصري والنصر السعودي والمتاهل رقم 2 والمتاهل رقم 5 والمجموعة الرابعة والاخيرة فيها شباب بلزداد الجزائري الرجاء المغربي والمتاهل رقم 1 والمتاهل رقم 6 جينا في الفيديو ده نقولك ان الهلال السوداني طلب طلب رسمي من المملكة العربية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يلعب مباراته الأولى ضد الصفاقس التونسي مبارات الزهاب في المملكة العربية السعودية وينتظر الرد إن شاء الله في حال صدور الرد أو في حال استلام الرد من الجانب السعودي هنطلع ونقول لكم إن شاء الله كل التوفيق لفرقنا العربية والجلل السوداني كل تمنياتنا لشعب السودان الشقيق بالأمن والأمان ربنا يحفظهم إن شاء الله وهم وكل الشعوب العربية الإسلامية بإذن الله في آخر الفيديو اتمنى اعمل لايك في الفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته